الجزء بقى كمان لهم مش بس متخصصين لا ده كمان فنيين ليه بقى فنيين لان كان فيه لودر انا بقول ليه اتنين هو واحد اسمه متعم اسمه سيد عيات والتاني اسمه إبراهيم عيات والتاني اسمه إبراهيم حجاج إبراهيم حجاج ودول موجودين لو حرك اعملت سيرش او بحث هتلاقيهم كانوا اعضاء مجلس شعبه عن دائرة سيدات والسيدات طبعا عرفينهم لكن فنيين في ايه بقى هني كان فيه لودر هم استخدموا اتنين من الوادر واحد شغال والتاني كان عطلان نزار عتل كان هم ورحين او هم ورحين او كان عطلان كان حد معدة كانوا بيشتغلوا بتعمل حاجة للسجن او حاجة شغالها اه اه التاني كان عطلان شغالوا ودخلوا بالاتنين اه اه وتوصلنا ان هم اللي قادوا اه اه اللي ودرين وقسروا السور الخاص بالسجن وتسببوا في مقتل اربعتاشر سجين اللي قوموا تفونين في ارض السجن بالزبط اه بالزبط اه امتهينا بقى اه في الحكم بتاعنا اه ان احنا اه اه كل التكشف اه امامنا ردينا على الكلام اللي كان مصار ان المحكمة غير مختصة والمحكمة مسيسة والمحكمة غير ذلك وانها ليس لها اه اختصاص اه في هذه القضية وليس لها حق التصدي احنا لان نتصدى اللي تبقى النصر المادة 11 لانها بتتيح من قانون اجرات جنيه بتتيح لمحكمة النقد ومحكمة الاستقناف ومحكمة النقد هي تحقق او تتصدى اه احنا طبقا اه المخول لنا اه ان انا اه اه توجهنا او استعنى بنص المادة 25 و 26 من قانون الاجرات هو من اه اه علم بجرائم اه من قبل اذا كان مواطن او اذا كان موظف عن ان يبلغ احنا بالزبط عملنا هذا الامر وكان عندنا الاسماء طبعا من خلال اه اشارة الشهود ومن خلال الاستوانة المدمجة اللي تسلمت لحضرتك اه وجدت على لسانهم هما مش اه اه بس احنا كان عندنا اسماء بس فهنا حضرتك كده طلبت من الحكم انه الانتربول اه 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 طلبت بقى نيابة العامة الزمت نيابة العامة اه اه ان انا تبقى انا ببلغ وليه حق التبليغ ببلغ ان في جرائم ارتكبت من تخابر واقتحام حدود واقتحام سجون وقتل ونهب وساركة ويه اه بطلب اه انك انكوا تخطبوا اه اه الانتربول الدولي ليه للقبض على اه الهاربين من السجون المصرية الاجانب اه ويه اه 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 كمان القبض على اه اه اعضاء تنظيم الاخواني اه الامر بالقبض على الاسماء الاتي اه اسماء الاتي اه وعلى رسوم محمد مرس حتى دي ازعاجة بعض القوادر الموجودة في الوقت كان فيه جهاز الاعلامي في الوقت ده كان فيه اه يعني بعض الاعلامين هم منضمين ليهم متعطفين اه اه لا مش متعطفين هم اخوان اخوان اه جدا جدا اه من غلق انوار وغيره وتهديدات وغيره ولكن انا اه كنا من اقول كلمة الحق في حق هذا الوطن اه اه ده حق الشعب ان احنا بنحكم باسم الشعب اه حق المحكمة علينا اللي احنا كه przeالما الله سبحانه وتعالى يولينا ولاية نكون هده هذه ولاية فكان رحى هذا حكمنا اه م번ف importance على اي حاجة اه ممكن تؤثر على احكامنا